في تفسير القرطبي في المجلد الثاني عشر الصفحة مائتين وخمسة قال هشام بن عمار سمعت مالكي يقول من سب أبا بكر وعمر أدب لازم يتأدب هذا ومن سب عائشة قتب يعني أنا حكمي عند مالك ابن أنس القتل وعند المالكية أنا مقتول أمشي على الأرض الآن حكمي القتل ماكو حد شيء عائشة هذه عائشة وما أدراك ما عائشة عائشة هي حبيبة القلوب ما يصير أنه عائشة لا 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 أبو بكر وعمر يؤدب إيه ميتين جلدة ثلاثمائة جلدة مو مشكلة كامراش دي مو مشكلة بس عائشة لا يأوي لك هاي هذه الدر المكنونة لا بد تقتل بسبب وطبعا يستدلهم هو يعني فقيه بعد شوف الفقاهة يعني العظيمة يقول لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل يا علامة زمانك يا فقيه يا عظيم قل لي وين أكو في هذه الآيات التي تزعمون أنها نزلت في عائشة وين أكو الدليل قطعي ثابت أن المراد بهذه الآيات عائشة أنا لا أقول لا أعتقد بأن هذه الآيات في عائشة أنا أقول هذه الآيات نزلت في ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليها فليس لك أنت حاسبني تقول تقتل لأنه هذا على تفسيرك أنت وتفسيرك هذا رحت ويجيت صعدت لو نزلت تفسير ظني هذا مو تفسير قطعي لأن عندنا روايات مختلفة أنا الروايات التي وصلتني من طرق إمتي عليهم السلام وبعضها أيضا من طرقكم تقول أن هذه الآيات نزلت في ماريا على أقل لتقدير أنا مجتهد في ذلك أنا أجتهد فأقول هذه الآيات ليست قد نزلت في عائشة ولكون الآيات ليس فيها صراحة أنها نزلت في عائشة ماكو اسم عائشة فإذن هي ليست صريحة في عائشة لا يحق لك أن تقتلني أو تحكم علي بالقتل على مبناك وتفسيرك أنت لا يجوز لك هذا هذا دليل على أنك لست بفقي تفسر القرآن على هواك ترجمة نانسي قنقر